بسم الله الرحمن الرحيم صاحب المعالي الأخ العزيز الأستاذ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشيون الإسلامية بجمهورية مصر العربية نائبا عن صاحب المعالي رئيس مجلس الوزراء الموقع أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بداية أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى جميع القائمين على أعمال هذا المؤتمر الدولي الهام الذي يتصدى لأحد أهم القضايا الملحة في عصرنا الحالي وهي تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة كما أعرب عن سعادتي البالقة بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يحتضن قائمات دينية وعلمية وفكرية كبيرة من مختلف أنحاء العالم وهو ما يؤكد المسؤولية الكبيرة والرسالة الإنسانية النبيلة التي نحن بصددها اليوم في تدشين مرحلة جديدة من تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات كمفهوم وممارسة أصحاب المعالي الحضور الكريم لقد خرق الله سبحانه وتعالى البشر جميعا متساويين في الحقوق والواجبات والكرامة ودعاهم للعيش كأخوة فيما بينهم ليعمروا الأرض وانشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام فهو القائل عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم إن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وإشاعة ثقافة التعارف ليست مسؤولية المؤسسات الدينية فحز لكنها مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات لتحقيق الهدف الذي نشهده في النهاية هو أعلى قيم التعايش والتسامح بين بني البشر ومجسور التفاهم والآخاء بين الجميع وإذا كان رجال الدين مطالبون بتبني خطاب ديني مستنير يحارب العنف والتطرف والتعصب فلابد أن يدعمه نظام تعليمي يؤكد ثقافة التسامح وقبول الآخر وسانده خطاب علامي وثقافي عقلاني يقوده الكتاب والمثقفون ورجال الفكر المستنير ويحمي ذلك كله منظومة تشريعية قوية تجرم التطرف والتعصب والعنصرية وهنا تأتي المسؤولية التشريعية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانيين وأننا في البرلمان العربي نولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار البرلماني في كافة المجالات وعلى كافة المستويات ونعتبرها المدخل الصحيح لتقريب وجهات النظر وتعزيز العلاقات سواء فيما بين شعوب الدول العربية وبعضها البعض أو فيما بينها وبين شعوب دول العالم الأخرى لهذا يعتمد البرلمان العربي في مرحلته الجديدة على تعزيز دور الدبلوماسي البرلمانية كأداءة محورية في ممارسة مهامة وتعزيز علاقاتها الخارجية أصحاب المعالي الحضور الكريم من الأمور التي لابد أن تستوقفنا ونشيد بها هو أن الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة أصبح محل اهتمام حقيقي لدى الدول العربية ويحظى باهتمام كبير لدى قادة هذه الدول وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر أشيد المبادرات الخلاقة التي يرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن نشر ثقافة التعايش المشترك واحترام الآخر كما أسمى رعاية فخامته لهذا المؤتمر الذي جاء تلبية للدعوة التي أطلقها وتبناها من أجل سياقة عمل جماعي وعلى المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف ونشر قيم التسامح والحوار كما أشيد بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الشان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في ترسيخ التعايش والوسطية والتسامح وفي السياق ذاته وثمن حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على إرساء دعائم التعايش السلمي بين البشر وترسيخ مبدأ التحاور بين أصحاب الثقافات والأديان المختلفة وهو من عكس في إطلاق جلالته إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني والذي يعد وثيقة عالمية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع كذلك تجشين جلالته مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي ولو فوتني أن أشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واحتضانها وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب الشيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون والتلاقي بين أتباع الأديان المختلفة الحضور الكريم أن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة يجب أن يركز على القضايا الكلية التي تتعلق بمستقبل البشرية جمعا والمفاهيم التي تحمل قواس مشتركة من القيم والمثل العليا التي فطر الله عليها الإنسان بعيدا عن الدائرة الشائكة المتعلقة بالعقائد والمعتقدات فكل إنسان عقيدتها التي لا تمنع من الحوار مع أصحاب العقائد الأخرى والاختراف رحمة والتعصب والغلو عذاب ونقمة وفي إطار سعينا نحو تتشين مرحلة جديدة من الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة لابد من ضرورة تدراك الفارق الكبير بين حرية التعبير واحترام معتقدات الآخر أن ثقافة الحوار وقيم التسامح لا تعني بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة وأننا بغض ما ندعو إلى التسامح والتعايش المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة بغض ما نؤكد على حتمية عدم الإساءة للرموز الدينية والمعتقدات المقدسة تحت دعاوي حرية الرأي والتعبير ولنا في وثيقة الأخوة الإنسانية نموذج احتذابه في هذا الشأن وقد رأينا جميعا ثمار هذه الوثيقة التاريخية في الزيارة الهامة التي قام بها مأخرا قداسة بابا الفاتيكان إلى جمهورة العراق والتي حملت رسالة إنسانية نبيلة أكدت على معاني التضامن من محبة وترسيق قيم التعايش المشترك ونبذل عنف كافة الحاء العراق ونأمل في هذا السياق أن تعود بغضاد كما كانت دار السلام الحضور الكريم أود أن أنتهز فرصة تواجدي وسط هذا الحشد الكريم من العلاماء والمفكرين لوجه دعوة صادقة إلى ضرورة التوظيف والاستثمار الجيد والشامل للحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وأن لا يقف الهدف منه عند حدود نبذ العنف والتعصب والكراهية والتطرف فقط بل يجب أن يكون هذا الحوار أيضاً أداة سامية للتعاون البناء في مواجهة مشكلات عديدة مستعصية تواجه عالمنا المعاصر لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاهم المشترك إننا جميعاً شركاء في إنسانية واحدة ساهمت كل ثقافات شعوب العالم في بنائها وعلينا أن نحافظ على البناء الذي أرسينا دعائمه ونعمل على تقوية نسيجه من أجل عالم يسود الأمن والسلام والاستغرار لخير الإنسانية جمعاً وفي الختام معبر عن خالص الشكر والتقدير للجهود الملموسة التي تقوم بها المؤسسات والقيادات الدينية في جمهورية مصر العربية لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة وأسمن في هذا الصياق المبادرة التي أعلن عنها مؤخراً معالي الأخ العزيز الوزير السادة الدكتور محمد مختار جمعة بخصوص إنشاء مركز دولي الحوار يكون مغره المجلس لعلال الشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية وأكد على استعداد البرلمان العربي التام للتعاون مع هذا المركز في إطار حرصه على دعم جميع المبادرات والتي تهدف إلى نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة مرة أخرى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع من ساهم في التحضير والإعداد الجيد لهذا المؤتمر وأتمنى أن يحقق الأهداف المبتغى منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته